اليوم والأيام التي تليها إن شاء الله سوف تكون هناك انحفاظ بدرجات الحرارة بالتأكيد سوف تكون هذه الأجواء مناسبة لمن يحاول أنه يصل إلى المراقد المقدسة ومن خلالها يقدم الولاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه والبيعة في هذه الأيام التي تشهد مناسبة عيد الغدير ودائما نقول أنه خير الناس هو من يتمسك بصفات أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك ومن يعرفك يدعو لك بالخير هذا ديداً الهدفات المقدسة اللي دائماً تسعى إلى أنه تقدم الخدمة المناسبة للزائرين والوافدين وهذا الموضوع بالتأكيد راح نتناوله في فقرة خبر الصباح في خبر الصباح هناك معلومة مهمة قامت بها العتبة الحسينية المقدسة بالتحديد إذ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن إطلاقها خدمة جديدة لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة من الزائرين الوافدين إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه بتوجيه من متوليها الشرح سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام الأستاذ حسن رشيد العبايشي وقال رئيس قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة رسول أفضالة بأن الخدمة الجديدة تتمثل بتوفير وسائل نقل للزائرين من العوارض الرئيسية وصولا إلى داخل الحرم الحسيني الشريف مبينا بأنه الغاية من هذه الخدمة هو تقليل معاناة كبار السن وكذلك ذو الاحتياجات الخاصة بأداء مراسيم الزيارة وبإنسيابية عالية بالتأكيد وأضافة أن هذه الخدمة تتمثل بتوفير الكراسي المتحركة وكذلك عربات الشحن الكهربائية الصغيرة وهناك المزيد من التطوير في عمل وأداء واجبات الفريق الذي يقدم هذه الخدمة من منتسب القسم بالتحديد وهذه الخدمة تحتاجها مثلا ما ذكرنا كبار السن وخاصة هذه الفترة لأنه بنفسهم أنه يزورون نعم إن شاء الله ويوفرها ضمن هذا الوقت ليشهد أيضا نرتفع عبد الرجالة جهود مباركة إن شاء الله وهذا التعاون يدل على كمية الخدمات التي اليوم توفرها العتبات المقدسة إلى كل الزائرين الكرام